اه انت دقي حضرتك ايه ان الحضرتك قلت ده وكأنه احنا دلوقتي بنهاية الناس عشان يدخلوا في البرنامج ايه بقى البرنامج انا عندي مسلس ده ما حضرتك عارف عندي مسلس اسمه مسلس التعافي مسلس التعافي ده بتتكون غير مسلس برمودة ده مسلس برمودة اللي بياخد بقى بياخد الوجع ويتلاشى فيه مسلس التعافي تلت عناصر ببساطة خالص الجزء الجزء الاولاني مش يحصل تعافي غير بالاعتذار والاعتراف بالخطأ تاني حاجة مش يحصل تعافي بعد ما يحصل الاعتذار والاعتراف بالخطأ وانا اقول ايه ايه صفات الاعتذار والاعتراف بالخطأ الجزء التاني خطة تغيير لازم يبقى فيه تغيير لو ما فيش تغيير ما فيش تعافي يعني لازم الطرف اللي هو اللي اتغدر بيه او اللي اتخان يحس انه يفيه تغيير وفي بعض الاحيين بينما محتاجين تغيير في الشخص نفسه اللي حصل فيه اللي حصل الغدر في جهته الجزء الأخير بقى والأمر ده عامل زي المية اللي بتسري في الخطة اللي هو تقدير المشاعر تقدير المشاعر ما يجيش يستعجلها يعني يقولها حضرتك دلوقتي احنا بقلنا شهرين وانتي حضرتك يعني لسه بتبوزتك زي ما هي احنا نفضل طبق عمرنا في كده بنرجع من الأول هو لو حصل انه هو مقدرش مشاعرها ففيه جزء اسمه تقدير المشاعر وعندنا أربع تقات عن نبقى نقولهم يبقى الخطة اللي عنعملها أول حاجة لازم يبقى فيه اعتذار واعتراف بالخطأ لأنه لو ما فيش اعتذار واعتراف بالخطأ مش هيحصل تعافي لأن الشخص زي ما حضرتك تفضلت بيبقى حاسس انه هو مخدور بي وحاسس انه هو مهان فأقل شيء اللي اعتذار بيعمله جزء من رد الكرامة اللي اعتذار بيعمل الناس كده انه لما واحد بيعتذر له بيحس انه ليس للكرامة لأنه مش ممكن هي تطعن في تطعن في أنستها وتطعن في يعني اللي بنتكلم لإني ويطعن في رجلته ويطعن في رجلته يعني اللي احنا من يضرب مثال بالمرأة عشان بيبقى سهل يعني بيبقى سهل في الشرح لو إحصائيا خيانات صحيح نعم حضرت تفضلت الحلقة اللي فات تقولت كده حضرت تفضلت قلت نسبة يمكن كذا واربعين في المية للرجل 45% لرجال 10% لنساء فهو اللي حاصل اللي اعتذره عشان يبقى اعتذار ويقوم بهذا الدور لازم يكون فيه ثلاث حاجات لازم الاعتذار يكون واضح لازم الاعتذار يكون اعتذار مرضي لازم الاعتذار يكون مبشر ونزاك فيه ثلاث حاجات لو مش موجودين في الاستعدادات لو مش موجودين ثلاث صفات مش موجودين عندنا مش هنقدم ندخل للتعافي أول حاجة الإرادة تاني حاجة الاستعداد يعني ما يجيش هو إيه في نص الطريق هو إيه ويعصلك المكانة توقف وحس كده أنه مش يزرق ويتراجع ده بيهد ده لازم نقول إن إحنا لما بنتكلم على كلمة التعافي إحنا بنتعامل مع حاجة أشبه باللي بيحصل للناس في مسألة الإدمان يعني هي ممكن تدمن النقد وتدمن المرار وتدمن السريخ وتدمن البدا فهو الحال إن إحنا بنتعامل مع ده الخطة التغيير بقى يبقى إن الاعتذار يكون اعتذار أول حاجة واضح واضح يعني إيه يعتذر على إنه هو أيوة أنا قلبي ما لازم يعتذر بشكل واضح لإن هي بيفضل عندها تساؤلات وإحنا عندنا في خطة التغيير في جوز بتاع الاعتذار هيبقى جاهز إن يجاوب على الأسئلة جاهز إن يتجاوب على الأسئلة لإن المغدور بيه بيبقى عنده أسئلة ملهبة أسئلة بيفضل طول ده ببعض الحقيقة عارف حضرتك إنه بتيجي تنام كده وهو نايم قوم 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 إنت كنت بتروح لها إمتى قوم إنت كنت بتكلمها إزاي لأ أنا عايز أعرف دلوقت إنت كنت بتقول لها إزاي إزاي كنت بتقدر تبص في وشي وإنت إزاي كنت بتقدري تعملك كل الكلام ده طيب بتبقى سئلة ملهبة ترجمة نانسي قنقر